أهلا وسهلا بكم هل وجود خلل في عنق الرحم أو ضيق يسبب تأخر الحمل؟ هل يوجد شيء اسمه ضيق في عنق الرحم؟ أنا الدكتور رحمة كمان لاستشاري معامل أطفال أنا بيك في إنجلترا وأكلمكم في هذه السلسلة عن كيفية الحمل الطبيعي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله عنق الرحم إخواني وأخواتي بيعتبر الحاجز الأول اللي بيجب على النطاف أو الحياة المنوية اللي هي تجتازه أو تخترق الإفرازات اللي موجودة فيه حتى يتصل إلى الرحم ومنها إلى الأنابيب لتخصيب البويضة وبالتالي يا أخواني أي تغير في طبيعة الإفرازات العنقية أو المخاطر اللي موجود في عنق الرحم قد يعيق دخول النطاف أو يمنحها أو يقتلها طيب يا دكتور ما أنواع الخلل أو العيوب اللي موجودة في عنق الرحم؟ أنا بحب أقسم العيوب أو الخلل اللي موجود في عنق الرحم إلى حكتين خلل وظيفي وخلل عضوي يعني ايه يا دكتور خلل وظيفي هو عنق الرحم يا اخوانا وظيفته ايه عنق الرحم هو الجزء اللي موجود زي ما قلت في اسفل الرحم واللي بيربط ما بين المهبل وما بين الجزء الرئيسي للرحم ولو الحقيقة الحقيقة وظائف كتيرة جدا من اهمها انه بيفرز مخاط او افرازات معينة اللي بتتغير طبيعتها وتكونها خلال الدورة الشهرية زي ما كنت شرحت في حلقة افرازات الرحم وخصوصا وقت التبويض عشان يسهل موضوع حدوث الحم وبالتالي زي ما قلت لو في اي مشكلة في الافرازات الموجودة او في المخاط اللي موجود في عنق الرحم ممكن تمنع مرور الحالات المانوية وقد تقتلها في حالات دي اخوانا بيكون شكل عنق الرحم طبيعي عند الفحص ما بيبانش في اي مشكلة ولكن عند فحص المخاط نفسه والافرازات بنبتدي نجد هذه المشكلة وهناك بقى الخلل العضوي اللي بيسبب ضيق فعلي في عنق الرحم وبالتالي يمنع من مرور كذلك الحالات المانوية وفي ملاحظة هنا مهمة جدا اخوانا مرور دم الحيض ليس دليل على عدم وجود ضيق في عنق الرحم يعني ما فيه سيارة تقولي انا ما عنديش مشكلة بدم الدورة بينزل طبيعي وبالتالي انا ما عنديش مشكلة في عنق الرحم الكلام ده غير صحيح قد يكون عندك مشكلة وضيق في عنق الرحم ويمر دم الدورة الشهرية بشكل طبيعي جدا وده يجبنا للسؤال ما هي اسباب عيوب عنق الرحم اشهر حاجة يا اخوانا هو وجود الالتهابات وجود جراحات سابقة تمت في منطقة عنق الرحم الالتهابات او الجراحات ممكن تسبب او يتبحها تليفات والتصاقات تسبب ضيق في عنق الرحم وجود قرح او زوائد او لحميات او قد يكون السبب ان البنت تتولدت كده اللي بنسميها تشوهات خلقية وللامانة دي تبقى قليلة ونادرة جدا او وجود نمو غير طبيعي زي السرطانات في عنق الرحم ربنا يحفظكم يا رب وكذلك وجود اضطرابات هرمونية عدم اتزان في الهرمونات وده اللي بيسبب الخلل الوظيفي اللي اتكلمت عليه في اول الحلقة هو التغير في طبيعة المخاطر الموجود في عنق الرحم وده يجبنا للسؤال بقى المهم كيف يتم تقييم او فحص عنق الرحم اول حاجة حابة بقولها يا اخوانا ومهم جدا ان يتم فحص عنق الرحم في وقت الابادة الوقت اللي بيكون فيه عنق الرحم عادة متوسع عشان بيسمح بمرور الحاملات المنوية الى داخل الرحم في الوقت ده استطيع ان اقوم بعمل نوعي من الفحص التقييم الوظيفي وده عن طريق ان انا بفحص المخاط اللي موجود في عنق الرحم بناخد عينة من هذا المخاط بنفحص مرونة المخاط مدى كثفته لان الحاملات المنوية الحقيقة مش هتقدر تمر منه اذا كانت الكثفة عالية وبنقوم بدراسة المخاط كذلك تحت المجهر او تحت المايكروسكوب بحثا عن ما يسمى بالاجسام المضادة اللي ممكن تقوم بقتل النطاف وللعلم اخواني اخواتي عنق الرحم هو اكثر اجزاء الجهاز التناسولي الامثاوي اللي بيفرز الاجسام المضادة ضد الحاملات المنوية بيتبعه بعد كده الطبقة الداخلية للرحم وممكن كذلك نقوم بعمل ما يسمى بفحص ما بعد الجماعة بناخد عينة من المخاط العنقي اللي موجود في عنق الرحم بعد ساعات قليلة جدا من الجماعة بنبتدي ندرس نشاط وحيوية النطاف اللي موجودة في عنق الرحم بنحدد اصلا هل نجحت النطاف او الحيانات من الانتصل الى المخاط وده كانت نجحت كم عددها ونسبة حيويتها ومن الحاجات المهمة جدا اللي منشوفها عند فحص مخاط عنق الرحم وجود التهابات الرحمية او مهبلية ام لا واذا كانت موجودة بنحدد نوعية الفطريات والمايكروبات الموجودة كل ما تكلمت عليه ده يا اخوانا ما يسمى بالفحص الوظيفي او التقييم الوظيفي لعنق الرحم اما فحص ما بعد الجماعة هو موضوع طويل بس خليني ابسطه لكو انكم عليه بشكل سريع جدا الوقت المناسب لعمل الاختبار ده هي في فترة محددة بالضبط هي فترة التبويض اللي بيكون فيه عنق الرحم بيفرز مادة شفافة بتبقى مرنة كثافتها قليلة عشان تسهل مرور النطاف بناخد العينة من حوالي 6-10 ساعات بعد الجماعة بتفحص تحت الميكروسكوب عشان نقدر قوة الحيوات المنوية مدى مرونة المخاط لان في الفترة دي تحديدا يا اخوانا في فترة الاباضة بيكون افراز المبيض من الاستروجين في قمته في اعلاه والمخاط بيبقى اغلب التركيزه عبارة عن مية 98% من التركيز او من تركيب المخاط بيبقى ماء وبالتالي بتزيد مرونته وبتقل لزوجته وكثافته بالاضافة لكده يا اخوانا مخاط عنق الرحم بيحتوي على مواد كل ما منقرب من فترة التبويض بيحتوي على مواد خاصة سبب وجود هذه المواد هو زيادة مستوى الاملاح والمية اللي بتتفاعل مع البروتين اللي موجود في مخاطر رحم ده دليل غير مباشر على زيادة نسبة هرمون الاستروجين عشان ابسط الموضوع زيادة المرونة وجود المواد الخاصة دي نقص اللزوجة كل ده بيساعد الحالات المنوية في فترة الاباضة انها تستطيع ان تبقى في عنق الرحم لفترة قد تصل الى يومين او تلتين اما بعض الاباضة مستوى هرمون البروجسترون بيبيدي بتفقد الافرازات بتعت عنق الرحم المرونة بتاعتها مما يقلل من حياة الحياة المنوية في عنق الرحم لو استطاع الطبيب ان يرى حوالي من خمستاشر لعشرين من الحياة المنوية فان نتيجة بتكون الحياة جيدة اما اذا كانت عدد الحياة المنوية اقل من خمسة فان الاخصاب غالبا هيكون ضعيفة وهنا فيه ملحوظة تانية مهمة جدا لوحظ ان كمية المخاط اللي موجودة في عنق الرحم في المرأة احيانا بيعوض النقص في السائل المنوي لذلك احيانا تجدوا ان الرجل يكون عنده السائل المنوي بتاعه ضعيف ولكن قد ينتج عنه حم وانا دايما ما بقول ان الحم هو حصيلة نهائية لخصوط الزوجين فاذا كان احد الزوجين خلينا نقول خصوطه ضعيفة شوية اقل من خمسين في المية خلينا نقول نسبة النجاح خمسين في المية زي اغلب المدارس نسبة النجاح 50% لو عده 50% يستطيع أن يحدث حمل وربنا سبحانه وتعالى يكرمهم الطفل لو كان خصوبة الزوج 40% وزوجته خصوبتها عالية 80% فتبع الحصيلة كامة 40-80-120-62% فتبع الحصيلة 60% ينجحه ويحدث حمل إن شاء الله سبحانه وتعالى تمام كده؟ اتفاقنا مشي مع بعض كويس لغد دلوقتي؟ طيب أحياناً كذلك يمكن أن يكون السائل المنوي جاي جداً ولكن نتيجة فحص ما بعد الجماع سيئة نتيجة وجود الاتهابات أجسام مضادة في مخاطع عنق الرحم التي تقتل وتهاجم الحاملات المنوية وملحوظة تانية الله يبارك فيكم قبل أن أسترسل أحياناً بالرغم من أن فحص ما بعد الجماع بيدي نتيجة كويسة ولكن الفحص لا يعني حدوث الحمل وهنا هناك سؤال مهم جداً أنا لماذا أفعل هذا الفحص يا دكتور؟ يعني ما هي همية؟ وينتج عنه؟ كل المشاكل التي ذكرتها في عنق الرحم في مخاطع عنق الرحم علاجها أختي الكريمة هو بإجراء ما يسمى بالتلقيح الصناعي عن طريق حقن الحيوانات المنوية داخل الرحم وبالتالي لا تمر الحيوانات المنوية على مخاطئة وإفرازات عنق الرحم فأنا أعمل هذا الاختبار لكي يقول لي إذا كان هناك سبب واضح في مخاطع عنق الرحم يقتل الحيوانات المنوية فالزوجين دول إن شاء الله سبحانه وتعالى يستفيدوا من عمل التلقيح الصناعي هذا كان يا أخواناً التقييم الوظيفي لعنق الرحم أما يا أخواناً التقييم التشريحي أو العضوي لعنق الرحم هذا يتم عن طريق الكشف العادي والذي يتم فيه وضع منظار الكشف ورؤية عنق الرحم بحثاً هنا عن أي زوائد لحمية قرح أو رام التساقات بسبب الجراحات والذي يمكن تسبب ضيق في عنق الرحم طيب يا دكتور وجدنا أن هناك ضيق في عنق الرحم هل له علاج؟ بغض النظر يا أخواناً عن السبب اللي أدى إلى الضيق أولاً يجب التأكد من وجود الضيق وإذا كان الضيق موجود يا أخواناً فلابد من التوسيع بيتم التوسيع أزاي؟ عن طريق إدخال آلة خاصة بشكل تدريجي بتسمى الموسعات حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة لكن أنا حب أن نبه جداً يا أخواناً أنه لابد من الاحتراز وأخذ الحيطة من التوسيع الزائد اللي قد يؤدي إلى ضعف في عضلة عنق الرحم وعدم تحمل الحمل في المستقبل لو توسع حدث توسيع زيادة هيضعف عضلة الرحم ده قد يؤدي إلى خروج أخشية الجنين خارج عنق الرحم في حوالي الشهر الرابع أو الخامس فمهم جداً أولاً أننا نتأكد أن هناك ضيق يعني لابد التأكد من وجود الضيق ثانياً لابد أن إجراء التوسيع بالقدر المطلوب بدون زيادة لذلك أنا دايماً أنصح أولاً أخذ رأي طبيب آخر قبل أن نعمل أي عملية نأخذ رأي طبيب آخر أنه فيه ضيق فعلي والثاني أهم حاجة أننا نعمل هذه العملية عند طبيب متميز هناك طبعاً مشاكل أخرى يا أخواننا عن عنق الرحم أنا لم أتكلم عليها اليوم كوجود قرحة عنق الرحم أو الزوائد اللحمية وخلافه وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عليها بالتفصيل لاحقاً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق من درية صالحة لا تحرمون من اللايك والشير وأنا رأيكم على الخير السلام عليكم اشتركوا في القناة